السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الأول من الفصل السابع والمسمى النانفيرس سنتناول الخطوط العريضة لهذا الفصل والتي تتضمن Properties and Application for Non-Ferrous يعني الخواص والتطبيقات الخاصة بالمواد الغير حددية والتي هي عبارة عن Aluminium Alloys سبائك الالمينيوم Magnesium and Brillium Alloys أي سبائك الماغنيزيوم والبريليوم Cover Alloys سبائك النحاس Nickel and Cobalt Alloys Titanium Alloys وأخيرا الRefractory and Precious Metals أي المواد الحرارية المعدنية والعناصر النبيلة أو العناصر السمينة إن هذا الشابطر الذي يتناول دراسة المواد الغير حددية سميت بالمواد الغير حددية نظرا لأهمية المواد الحددية حيث أننا أسلفنا في الفصل الأول عندما تحدثنا عن تقسيمة أو تصنيف المواد الهندسية وقلنا أن تصنيف المواد الهندسية تبقى لطبيعتها قد تكون معدنية أو غير معدنية أما الجزء المعدني فهو ينقسم إلى مواد حددية ومواد غير حددية ومواد حددية نظرا لأهمية المواد الحددية وكسرت استخداماتها في كافة مناحي الحياة سميت أيضا المواد التي لا تنطبق ولا تتضمن المواد الحددية سميت بمواد غير حددية في أول السباك التي سنتناولها بالدراسة والتحليل الألمنيوم اللويز أي سباك الألمنيوم في الحقيقة أن عنصر الألمنيوم مقارنة بعناصر أخرى كالكبر، النحاس أو الفضة أو الزهب يعتبر عنصر حديث حيث أنه ولد مع وجود الكهرباء لأنه يستخدم التحليل الكهربي في إنتاجه وستخدمت لذلك طريقة تسمى Whole Harlot Process وهذا اسم العالم الذي اخترعها وهي عبارة عن An Electrolytic Process By Which Aluminium Is Extracted عفواً From It Is Ores أي هي طريقة للتحليل الكهربي عندما نستخلص عنصر الألمنيوم من خاماته والشكل المقابل أمامنا يوضح شكل هذه الخلية للتحليل الكهربي التي تستخدم في إنتاج عنصر الألمنيوم وهو مكونة من Carbon Casode أي القطب السالب من الكربون وهو المبطن لجدار وقاع الخلية ثم قطبين من أو عدة أقطاب من الكربون ممثلة للقطب الموجب يوضع من أعلى خامة البوكسايت المحتوي على أكسيد الألمنيوم وبالتحليل الكهربي يترسل في القاع العنصر الألمنيوم على شكل سائل ثم يسحب خارج الخلية عندما يمتلئ القاع أو تصل إلى لفل معين أو مستوى معين ترجمة نانسي قنقر